لم تكن بريطانيا المملكة التي لا تغرب عنها الشمس تؤمن بأن شمسها الاستعمارية ستغرب عن أي بلد آخر إلا أنها في 30 من نوفمبر 1967 حملت عصاها ورحلت نتيجة ثورة شهدتها المناطق الجنوبية في أكتوبر 1963 1963 استمرت أربع سنوات وتوجت بجلاء آخر جندي بريطاني من عدن رفعت لندن يدها عن الجنوب بعد استعمار دام 129 عاما لكن فكرة الاستقلال المرتبطة بالسيادة ظلت منقوصة ولم تتحقق حيث مرت المحافظات الجنوبية بعهود متقلبة استمرت فيها التدخلات الأجنبية فروسيا دعمت النخبة الجنوبية التي ظلت موالية لها طوال سنوات ما قبل الوحدة التي قامت في 1990 لتهب رياح الانفصال من جديد فرض بعد ذلك نظام صالح وحدة قصرية فتحت المزيد من التدخلات الإقليمية خصوصا إبان حكم المخلوع صالح بعد ثورة فبراير 2011 تدخلت السعودية بمبادرة خليجية واد انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 إلى تدخل عسكري إقليمي بقيادة السعودية وبعد خمس سنوات من عصفة الحزم عادت فكرة الانفصال القصري عبر المجلس الانتقالي برعاية الإمارات التي دعمت انقلابا على الشرعية بعدا في غصص الماضي لتفرض السعودية بعدها اتفاقا بين الحكومة والانتقالي تزامن اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الجاري مع الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال في ظل ارتهان اليمن عامة والجنوب خاصة للوصاية السعودية المباشرة مع بقاء مناطق شمالية تحت التدخل الإيراني وهو ما فتح من جديد استفهامات حول الاستقلال والسيادة اليمنيتين خصوصا مع عودة التدخلات البريطانية ولكن هذه المرة من بوابة الزبلوماسية اشتركوا في القناة